وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة من جانبها قامت بتنفيذ المطلوب منها وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي من توفير العملة الصعبة وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من المواني إحنا كان دايماً بيبقى المشكلة للبضائع متركمة والبضائع ما حدش بتخرج لأن مش لقين ضداء دولار ومندبر دولار ونتيجة لكده اضطرنا نلغي القرار بتاع المدد الزمنية للمهمل والبضائع المتركمة تقديراً لأن انتوا مش قادرين ندبر لكم الدولار فقلنا ما فيش حاجة اسمها نصادر البضائع والكلام ده كل طيب إيه اللي حصل النهارده آخر لأ تشوفناها النهارده الحكومة خلصت هي والبنوك إجراءات لبضائع بكام كان الرقم اللي معروض علينا بحوالي خمسة تلاتة وشوية أو خمسة وشوية أنا بتكلم على الفترة الأخيرة أربعة ونص اللي خرج اللي خرج بضاعته اللي خرج بضاعته اتنين ونص أو اتنين وتمانية طب في حوالي بضايع موجودة في المواني بواحد وسبعة من عشرة أو واحد وتمانية من عشرة مليار دولار ورقها كله خلص والدولار متدبر في البنوك طب الناس مش عايزة تروح تاخدوا ليه قالوا أصلهم مستنين الدولار ينزل تاني أكتر روحوا يفرجوا عنها لما الدولار يكون نزل فيبقى هم كده يكسب وقت